بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يا مولانا يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتحدث عن المسؤولية وتربية الذرية إنها مسؤولية عظيمة إنك تقدم للأمة كلها نشأا طيبا صالحا مباركا ولولا ذلك ما دع الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية طيبة فحكى الله سبحانه وتعالى حال سيدنا إبراهيم حين قال رب هب لي من الصالحين وإن استشعار هذه المسؤولية تبدأ من اختيار الزوجة الطيبة المباركة التي تربي أولادها على الصلاح والتقى على الخير والعمل الصالح على نفع الفرد والمجتمع ثم أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذرية طيبة صالحة مباركة وإذا رزقنا الله هذه الذرية ندعو الله تعالى لهم بالصلاح كما ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم أيضا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ثم تأتي التربية على الصلاة على الصيام على الأدب الحسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن ونبينا عليه الصلاة والسلام لا زال يوجهنا أن نربي أولادنا على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى التعرف على الإسلام الصحيح بلا إفراط ولا تفريط قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ومولانا سبحانه وتعالى في أواخر سورة طاها يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إن ربنا سبحانه وتعالى وهو يأمرنا أن نعود ونربي أولادنا على الصلاة قال واستبر عليها لننظر إلى هذا التعبير الذي يوحي بأنك أيها الوالد وأنت أيتها الأم ستشعران بهذه المهمة الجليلة العظيمة فكونا صابرين واستبر عليها لقد دخل الرجل على زوجته فقال أعندنا طعام فقالت لا أين الأولاد فقالت لقد نام الأولاد جوعا قال أيقظيهم قالت أوقظهم ليشعروا بالجوع أكثر وأكثر قال أيقظيهم للصلاة والرزاق هو الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نربيهم على الصلاة أن نربيهم على الصيام كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها قالت حين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشراء قالت فَكُنَّا نَأْخُذُ الْأَطْفَالَ مَعَنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَأْخُذُوا مَعَنَا اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ يعني من الصوف فإذا بك الأطفال جوعا أعطيناهم هذه اللعبة ليلعبوا بها لتلهيهم عن الجوع هكذا رب الأوائل أولادهم وهكذا ينبغي أن نكون لنربي أولادنا على هذه القيم وعلى هذه المثل وعلى هذه الآداب لأننا سنسأل أمام الله وقفوهم إنهم مسؤولون أسأل الله تعالى أن يبارك في أسرنا وذرياتنا وأهالينا ووطننا ومجتمعاتنا بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله